موسيقى 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 اتفقنا تمام عبارة إلا بالحق يعني انه المسلم لا يمكن قتله إلا بثلاث حالات إذا قتل مسلم إذا ارتد عن الإسلام إذا كانوا تزوجوا زنا ومتل ما فهمتك الإسبوع الماضي إذا المسلم قتل الكفر لا يحكم عليه بالقتل لأنه دم الكافر بدون إيميل فاشي مو بإيدك وغيره وقال صلى الله عليه وسلم أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام شايف كيف دكتور إلا بالحق شفنا وشو بيتضمن الحق غير الأشياء الثلاثة اللي ذكرتها يا سيدي تارك الصلاة يقتل وغيره ومانع الزكاة يقتل قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وإلا شو يقتلوا هيدول نوعين من البشر يقتلوا بالحق وغيره المثليين يقتلوا وغيره المخالفين لإمام الجماعة وصانعي الشقاق بين المسلمين يقتلوا طيب يا أخي وغيره المفسدون في الأرض يقتلوا وغيره شو ما بيكفوا هيدول دكتور بلى بيكفوا يا سيدي بحسب الآية تبع الأسبوع الماضي بتكون النص الأمة الإسلامية رايح على جهنة وبحسب آية اليوم 90% من أتباعك بيستحقوا القتل لأنهم ما بيصلوا وما بيدفعوا زكاة ويصنعوا الشقاقات بين المسلمين ناهيك عن الزينات واللوطين الله يعينك على هيك دين سيد إسلام ايه والله يا دكتور الله يسمع من تمك طيب اشرحنا شو يعني إفساد في الأرض سيد إسلام قلنا لك اليسبوع الجاي دكتور ليش انت هيك لجوج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر